نمر الآن إلى Theorem of Puppets, Goldenness طبعاً هنا Surface of revolution is generated by rotating a plane curve about a fixed axis لو أنا عندي مثلاً هنا fixed axis وعملت rotation لهذا لنصف الدائرة هذا الخط line فرح أتحصل على أسفار يعني هذه بتدورها كلها حول هذا المحور اللي هو fixed رح تعطيني سفير نفس الخط هذا لو دورته حول المحور AC رح يعطيني كون ونفس الشي هنا الشكل هذا لو أنا عملت له دوران حول هذا المحور رح أتحصل على تورس يعني Surface of revolution هي لما بتاخذ أي خط أو كورف وبتعمله دوران حول خط fixed إزاي نحسب الـ Area of Surface of Revolution طبعاً هنا عموماً بناخذ مثلاً الشكل هذا بتاخذ اللنث الموجودة هنا بتسميها مثلاً L أو DL حسب الشكل الموجود مثلاً L في العام لو جزئياً DL طبعاً هنا الـ Area of Surface of Revolution بتساوي اللنث generating curve times the distance traveled by the centroid through the rotation يعني اللنث هذه L ضرب the distance traveled by the centroid through the rotation طبعاً مثلاً لو أخذت المثال هذا رح تكون L ضرب 2 pi y وبالطريقة هذه أحسب الـ Area of Surface of Revolution الآن بنشوف لما بيفضل عندي بدأ الـ Area a body Body of Revolution it is generated by rotating نفس الشيء a plane about a fixed axis في سلايدي قبلها كنا نتكلم على خط هنا بتتكلم على plane يعني الفرق بين volume والسورفاس أنه بالنسبة للسورفاس أنت بيتدور خط أو كورف وبالنسبة للـ Area أنت بيتدور plane وتشوف هنا سفير هذه رح تعطيني سفير ملآن لو دورتها حول هذا المحور رح تحصر على سفير لكن ملآن من الداخل الأولى كانت مجوافة يعني تحسب سورفاس هنا بتحسب volume نفس الشيء بالنسبة للكون لو عندي مثلث ودور وحول هذا المحور أتحصر على كون ملآن ونفس الشيء بالنسبة للطورس هنا طبعا هنا عشان تحسب volume of body of revolution تضرب area generating area في distance traveled by the center through the rotation مثلا لو أخذت الجزء البسيط هذا كم المساحة متاعه بعدين بتضربها في distance traveled مثلا هنا بالنسبة لهذا الشكل 2π y ضرب area فبتحصل على القاعدة التالية الvolume بيساوي 2π y ضرب area a بيساوي بيساوي